السلام عليكم ورحمة الله حباي بي طلاب الصف سادس ساينس معكم مستر طارق مدرس اول ساينس وحنبدأ مع بعض يونيت فور الفرست ترم لسن وان هيومان نيرفا سيستم الجهاز العصبي طبعا كلكم بتقولوا الدرس ده هوت صعب وفيه مصطلحات غريبة بس احنا مع بعض ان شاء الله كل حاجة عتبقى سهلة نبدأ مع بعض يلا بينا نيرفا سيستم نيرفا سيستم كلمة ماما بتقولها لك كل شوية ماما بتقول لك ما تنرفزنيش صح كده فكلمة ما تنرفزنيش دي افتكرها بالنيرفا سيستم فنيرفا سيستم يعني ايه يعني الجهاز العصبي يعني البرين يعني المدير عارف كده لما يكون عندك مدير في الشركة بيتحكم في كل حاجة في الشركة هو ده فانا هتكلم على النيرفا سيستم الجهاز اللي بيتحكم في كل حاجة في جسمك النيرفا سيستم تعريفه ايه؟ communication and controlling body system يبقى الجهاز الاتصال والتحكم يبقى نيرفا سيستم تعريفه ايه؟ حفظها معايا كده نيرفا سيستم communication controlling body system نيرفا سيستم communication controlling body system communication controlling body system importance of nervous system ايه اهمية nervous system؟ على فكرة احنا قلناها فوق communication controlling التحكم والاتصال وعشان تفهم يعني ايه كلمة اتصال؟ انت لما بتيجي تشوف حاجة بيعنيك فالعين بتبعت signal للبراين بتبعت اشارة للمخ فده اسمه ايه؟ communication اتصال كل جسمك متصل ببعضه عن طريق نيرفا سيستم control بتحكم في ايدك بتحكم في ماشيك كل ده عن طريق نيرفا سيستم فهو المتحكم في كل حاجة في الجسم importance of nervous system ايه لازمته وايه اهميته؟ هقول لك كده control يتحكم control all vital operation بيتحكم في كل العملات الحيوية زي respiration وزي digestion كل ده يبقى control all طب وبقيت المعلومات ايه عم محفظ بس دي؟ ايه اهميته نيرفا سيستم؟ control all vital operation ان هو بيستقبل المعلومات receive information and send the response يعني هو بيستقبل المعلومات مسلا لما حد ييجي يحدفك بحاجة فالعين بتشوف دي معلومة ايه الاستجابة؟ انك بترفع ايدك كده علشان الحاجة مجيش في وشك تمام؟ يبقى نمبر وان control all vital operation طب نمبر تو بيعرف ايه؟ responsible for knowing بيعرفني الحاجة هل هي sweet ولا bitter هل هي rough ولا smooth هل هي hot ولا cold بميز بين الاشياء الحاجة التالتة adjust your movement بينظم حرقتك adjust your movement adjust your ايه؟ movement كفاية تحفظ ثلاثة؟ مش هزم احفظ كلهم يبقى importance of nervous system احفظ لي الثلاثة دول سهلين جد عايز بقى تزود زود ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل adjust بينظم بينظم ايه؟ بينظم emotion العاطفة يعني ايه بينظم العاطفة؟ انت بتسمع خبر كويس فبتضحك بتسمع خبر وحش بتزعل حد بيضيقك تبقى angry adjust emotion بينظم العاطفة ده nervous a system mix not mistake if you think يعني بيعخليك تتفكر بشكل كويس انا عايز الحتة دي مهمة او بقى لها overseas يعني كاملة overseas يعني بيعني بيدير او ينظم بينظم ايه؟ بينظم digestion الهضب والbreathing والتنفس والthinking صنع عن التفكير قول ايه تلاتة سهلين يقول لها كده what is the importance of nervous system قول ايه تلاتة سهلين structure and function of the human nervous system النервيس system ده بيتكون من ايه؟ عادة تحفظها كده النервيس system بيكون من حاجتين اللي في النصد اسمه central والعلاق اطراف اسمها peripheral يبقى عندي جزء مركزي اسمه central وعندي جزء طرفي اسمه peripheral يبقى ييجي يقول لها كده human nervous system الجهاز العصري بيتكون من ايه؟ central و peripheral تاني central و peripheral مركزي وطرفي اصغر حاجة في الجهاز العصبي اصغر فسفوسة في الجهاز العصبي يعني الرفيس system ده اللي هو البرين والاعصاب دي ايه اصغر حاجة فيها؟ ايه اللي بيكونها؟ قال لك اصغر حاجة اسمها neuron اللي اسمها يبقى هنا ايه؟ قال لك النيورون دي تركيبها ايه؟ تركيبها من؟ راس وديل حفظها كده ها بص راس راس ايه؟ وديل يبقى دي اسمها ايه دي اسمها نيرون اللي هي نيروس العمل اصغر حاجة في المط微 بتكون من ملاحظة ثابت اكسون وما Later نكمل الgged الرس دي فيها الراس فيها البلازم الراس فيها شبهة الدودة بالزبط. فالراس فيها النيوكلاس. النيوكلاس اللي هي النواية. والسيتوبلازم النقط اللي جوه. هو الخيط اللي برا ده. تاني كده. يبقى هنا عندي سيل بادي. سيل بادي في كون ايه? الراس فيها فيها ايه? في ايه? في ايه? في ايه? نيوكلاس سيتوبلازم وبلازمة من برين. طب الراس دي طالع منها كده خيوط. بص المنظر ده كده. في حاجة تطلع منها كده. دي اسمها ايه? اسمها اسمها ايه? ما هي الخيوط دي? بتشبك مع الخالية التانية اللي جنبيها. دي كده كلها على بعض كده دي كده كلها على بعض. اسمها ايه? طبعا في سيل تانية. طب والسيل تانية عشان تشبك بتشبك عن طريق مين دي? عارف انت لما تيجي تشبك صوابعك ببعض? هي نفس الفكرة. فالخلية دي بتشبك مع الخالية اللي قدامها. يبقى دي اسمها ايه بقى الحاجة الفروع دي اللي طلع اسمها اسمها ايه? دينترايتس. دينترايتس. دينترايتس كونكت توزا نيبر نيرون. بتتصل بالخالية اللي جنبيها. وتعمل معبر او تعمل تشابك. انا حب ببسطها بقول ايه? بتشبك وتعمل مشبك. يبقى الخلية دي الخلية دي اللي انا بقول لك عليها اللي قدامك دي. بتشبك مع الخالية التانية وتعمل مشبك. خلاص? يبقى فانكشن اوف دينترايتس. هتقول لي كده. كونكت توزا نيبر. يعني نيبر الجارة. الخالية اللي جنبيها. ليه? عشان تعمل خلاص? الاكسون. الاكسون ده لو تلاحظ عليه اللي هو المحور او الديل. المحور ده. شبه الصدق. عارف الصدق. بالزبط. شبه بالزبط. الصدق ببقى عليه طبقة دهنية من برا. غلاف رقيق كده. صح? هو نفس الكلام. الاكسون ده عبارة عن ايه? الاكسون ده عبارة عن سلندر كالاكس. عبارة عن محور. يبقى الاكسون عبارة عن سلندر عبارة عن محور. والمحور ده متغطي بفاتي لير. بطبقة دهنية. اسمها مايالينشيت. يبقى المحور. لو اسمه اكسون. عبارة عن ايه? عبارة عن السلندر كالاكسون. خط الصدواني. والخط الصدواني ده عليه عليه من برا حاجة تعمل كده. بنفس المنظر اللي موجود فين? اللي موجود فوق هنا عندك. يعني عشان تشوفه كويس او. او عبارة عن ايه? عبارة عن سلندر كالاكس. عبارة عن خط. وحواليه طبقة دهنية. طبقة دهنية محوطة. شابه صدوء بالزبط. يبقى الاكسون سلندر كالاكس. كوفرد ويز فاتي لاير. الطبقة الدهنية دي اللي حواليه اسمها ايه? مايالينشيت. طب الاكسون في اخره كده. انا شايف ان في اخره في عندي خطوط طلعة في الاكسون كده في الاخر. في حاجات كده اسمها تيرمينال. تفتكر ايه لازمتها? بالضبط بتشبك مع الخليلة جنبيها. صح? يبقى كونكت يعني بتشبك. بتشبك وتعمل مشبك. كونكت تو زي ازر سل. كونكت تو ازر ايه? سل. طب في حاجة تانية برضو. عايزك تفهمها معي. تخيل معي كده ان الاتراف دي مسكة في العضلة. مسكة في العضلات بتاعت الجسم. عشان تشدها وتتحرك. يعني انت اي استجابة في جسمك. انت لما بتيجي مثلا حد بيدربك وترفع ايدك لفوق كده بتصد الضربة. العضلات بتتشد. اللي بيشد العضلات هي التيرمينال. يبقى التيرمينال دي ليها وظفتين. يا اما تتصل بالخليل لجنبها. او. هي دي اه دي بتصل بالعضلات بتشدها. عشان تخلي الدلع ايه 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 اترافع لفوق. فتصد اي حاجة جاي في وشك. تمام? يبقى التيرمينال دي مسكة مسكة في المسل. او تكون ايه تشابك مع خليها تانية. كده احنا بنتكلم على ايه? بنتكلم على اصغر فسفوسة في الجهاز العصبي. اسمها ايه? تمام? تمام. طب. نخش بقى نبسك اللي هو ايه الجهاز المركزي. الحاجات اللي موجودة في نص الجسم. عندك مين نمبر وان عندك البرين. ومين نمبر تو? ايه بعضها تحفظها كده. سنترال نيرفل سيستم. برين وزباينال. حفظها كده. سنترال برين وزباينال. نقولهم تاني. ها. سنترال برين وزباينال. يبقى سنترال عبر عن المخ والحبل الشاو. نمسك ايه تعليف البرين? هو مركز التحكم الرئيسي. يلا مع بعض تاني. مركز التحكم الرئيسي. كمبيوتر. بس احفظ دي. يبقى مركز التحكم الرئيسي. في العمليات. زي مين? زي كمبيوتر. طب البرين? موجود فين? في الجمجم. موجود فين? في الجمجم. طب ليه موجود في الجمجم? عشان تحميه. يبقى البرين موجود فين? في الجمجم. قلب عزمية. ليه? طب البرين ده في ايه? في مليون اوف نيرفس الملايين الخلايا. البرين في ملايين الخلايا. مش خلايا واحدة ده ملايين. احنا من شوية شوفنا الخلايا العصبية اللي هي النيورون. الفاسفوسة. فالبرين فيه من دي فيه عنده ملايين منها. المخ ده معقد زي الكمبيوتر. مش الكمبيوتر عندك برعا حاجات تخلق بعض فيها فيه الهارد فيه كزا حاجة. المخ معقد اكتر. طب. البرين بيتكون من كم جزء? لو جينا بصينا كده على البرين في جزء امامي. يعني انا اعزا هنا اشوال لك. في جزء امامي. حتة دي. وفي جزء خلفي. هنا هو. وفي جزء تحت خالص. ماشي البرين بيتكون من جزء امامي وفي جزء في النص وجزء ايه? في الاسفل. طب يبقى البرين. هتا تحفظها كده. المخ بيتكون من ثلاثة. البرين بيتكون من ثلاثة. ايه هما? سرب رم سرب اللم ومضلة قبلون جاتا. جاتا جاتا. البرين بيتكون من ثلاثة. نقولهم تاني ها. البرين بيتكون من ثلاثة. سرب رم سرب اللم ومضلة قبلون جاتا. جاتا جاتا. البرين بيتكون من تلاتة. ايه هما? سربرام سربلام ومضالة اوبلونجاتا. هنا تجربة جميلة جدا. بنعمل فيها ايه? اعمالية اه اجزام اجزام للبراين. بنفحص فيها المخ ونشوف تركيبه. تمام? فحلاقي ايه? حلاقي ان المخ بيتكون من تلاتة. نبدأ مع بعض. خلاص? اول جزء الجزء القدامين اللي هو اجابها. عارف اجابها. مقدمة الراس كده. طب ايه الجزء الاولين اسمه ايه? اسمه اسمه ايه? ده اكبر جزء. ده اكبر جزء في المخ. مقصوم نصين. يعني نجينا بصين هنا كده. في الجسم اللي فوق. هاتيقى فعلا هو. في نص يمين. في نص شمال. كده. صح? ايه بقى? بقول ايه? يبقى الجزء الامامي ده هو اكبر جزء. انتوا بقسموا لايه? الرايت اند ليفت. ويتش ار كول? سريبرال هيميسفير. سريبرال هيميسفير. تمام? النصفان القرويان. يبقى ايه مع بعض? يبقى السريبرام ده. انا عايز يعني ايه? عايز احفظه. احفظ ايه? احفظ كلمة يبقى سريبرام اكبر حتة. طب مقسوم لاتنين. ايه هما? اسمهم هي بس. اخد بالك بقى. البرين حواليه طبقه من جوة. البرين حواليه طبقه من بره. شبه الكيسة كده? كيسة كده من بره. يبقى البرين ده حواليه كده كيسة من بره. شفافة. اسمها يبقى فيه غشاء كده بيحيط بالبرين. اسمه سيربر كورتكس. لونه ايه? لونه جري. يبقى البرين من بره جري. يبقى مع بعض. يعني الجزء يعني البرين من بره. الجزء قدامي ده. البرين. من بره. عليه كده زي كيسة. صح كده? اشرة كده. عارف الفلو السوداني? الفلو السوداني عليه اشرة? هو بالزبط. اشرة كده خفيفة. حوالين البرين. اسمها ايه? سيربر كورتكس. سيربر طب البرين من جوه لونه ايه? لونه وايت. يعني البرين من جوه لونه وايت. بس من بره جري. طب ايه لازمت بقى? ايه لازمت الجزء القدامي دوت? اللي هو ايه الجزء الامامي من المخ. اسمه جزء الامامي? اسمه سيربرم. يبقى يعني صفان القرويان. ايه لازمته? انت لما تيجي تفكر مش بتهرش كده في دماغك من قدام. صح? ولما تيجي تفتكر تقعد تخبط كده على دماغك? تمام? طب ايدك لما تيجي تحركها الفوق وتنزلها لتحت. ولما تيجي تجري حركة رجلك من المتحكم فيها? اه. يبقى الجزء القدامي دوت اسمه ايه? اسمه سيربرم اللي هو هيمسفير النسفان القرويان. الجزء ده هو اللي بيتحكم في في الحركة الارادية. اي حاجة بتعملها بمزاجك زي يعني انا لو عايز اكسب سباق من اللي هيساعدني? اللي هو الهيمسفير النسفان القرويان. يبقى احفظها كده ها. بيعمل ايه? بيتحكم في الحركة الارادية. ما بعد. ها زي زي مين? طب نمبر تو. الجزء قدامي بيستقبل اي اشارة بتجيله. مسلا ان سمعت حاجة حد بين ده عليك فتقوم بتجري. تمام? فريسيف نيرف نيرف بيستقبل الايه النبضات? from sense organ. and send the response. بس انا عزي. بيستقبل ويبعت الايه الاستجابة. انت سمعت? فبترد. طب نمبر سري. في مركز التفكير والزاكرة. يبقى لما يجي لك سؤال زوات. اه انا بفكر. اه يبقى. وميموري. طب تاني حاجة. بيتحكم في الحركة الارادية. يبقى مع بعض. ماشي. تاني كده بص معيها. حاولها بشكل بسهل جدا. اما حاجة دول. بنسبة مين? بالنسبة ليه? نخش على بحرف البي. في الجزء اللي ورا ده. يعني انت لما تحط ايدك كده ورا كده على دماغك من ورا. اهو ايدا. جزء الخلفي من الدماغ. اسمه ايه اسمه? بحرف البي صح? في جزء الخلفي. طب ايه لازمته? عشان قلت. يبقى بادي بالانس. منتين بالانس. منتين بالانس. ها. بيحافظ على التوازن. بيحافظ على توازن الجسم. تمام? عشان كده في الافلام لما تشوف حد بيتضرب على دماغه من ورا بيدوخ ويقع. عشان هو بتضرب على ايه? عالسرابيلا. نمبر سري. مضلة قبلونجاتة. جاتة جاتة. مضلة قبلونجاتة هي القفة. عارف القفة بالزبط. عند القفة بالزبط. فمضلة قبلونجاتة دي. بتفتكر بتعمل ايه? آه الجزء اللي عند القفة ده بيربط ما بين ايه? ممكن نقول اه? اه? اه بتوين اه بتوين اللي فوق وبتوين الايه اللي ماشي في ظهرك. ده ممتاز. فمضلة قبلونجاتة ما كانها فين? ما كان هوره خالص. ماشي? طب. دورها ايه عند الافا كده? دورها ايه? دي مهمة جدا. خلاص? طب. المضالة قبلونجاتة ليها دور تانية اه? ليها دور مهمة جدا. يعني افاك بيتحكم في قلبك. لا بجد مش بغض. احفظها كده ان افاك بيتحكم في حركة قلبك. يعني ايه? يعني المضالة قبلونجاتة دي اللي ورا في الافا تتحكم في الحركات اللا ارادية. اي حاجة لا ارادية. يبقى مضالة قبلونجاتة انفلونتري. ها مضالة قبلونجاتة انفلونتري. حركة لا ارادية زي مين? لقات قلبك. حاجة غصبا عنك. حركة جهازت تنفسي. ويهي تاني? حركة الجهاز الهضمي. كل ده مين بتحكم فيها? المضالة قبلونجاتة. اي حاجة لاقي الرادية. اي مضالة قبلونجاتة افكت? لو المضالة قبلونجاتة تصابت. يحصل لك. هتموت. ليه? بتحكم اه هارت بيتس. كنترول زي هارت بتحكم في دقات القلب. يبقى مضالة قبلونجاتة بتعمل ايه? بتعمل حكتين مهمين. طب هو هارت بيتس تحكم في دقات القلب. بعدها نفش بقى على الماكرونة اللسباكاتي. انا احب استمعها كده. عارف انت الماكرونة اللسباكاتي قبل ما اماما تحط عليها الصلصة. كده طويل. هيا بالزبط. ده شبه الماكرونة اللسباكاتي. ماشي في ضهرك. ماشي في الفقرات من ورا. ماشي في انبوبة فيها فقرات. يعني هو سطواني وخارج منه الاعصاب. في منظر هنا جميل اهوه ده بالزبط. بص ده اسمه اهو عشان اقول لك عليه اهو. ده وخارج منه ايه? امينه اشمال? اعصاب. شبه شوك السمك. تمام? فهنا بقول لي? ماشي فين? ماشي في الباكبون. يبقى هنا. يبقى ما كنا شبه المكرونة لسباكيتي. طب. ببساطة كده. عامل ايه? من برا من برا. خلاص? ومن جوة بشي ما كنا لسباكيتي من برا بالزبط. يبقى من برا ويت. ومن جوة واخر حرف شبه حرف تاني اه ده قال من برا شبه لسباكيتي. يبقى من برا ويت. طب رقون رصاصي. تمام? طب من جوة وعلى شكل حرف حرف ايه? اتش. يبقى لسباكينا الكورد قلناها بالزبط. من برا ويت ومن جوة ايه? خلاص? هو لسباكينا الكورد ده ايه لازمته? لسباكينا الكورد ده احنا قلنا مع بعض انت عندك حاجة اسمها المدير اسمه برين. المدير بتاع الجسم اسمه برين. طب مساعد المدير اسمه سباكينا الكورد. طب الموظفين اسمها اعصاب. منتشرة في كل حتة في الجسم. احفظ المثال ده كويس. المدير اسمه برين. طب ومساعد المدير اسباكينا الكورد. طب والموظفين اسمهم ايه? اسمهم نيرف اسمهم ايه? نيرف اس. ايه بقى وظيفة مساعد المدير اللي اسباكينا الكورد? بيساعدو بيساعدو ازاي? بيستقبل الرسائل. ماشي? from body organ to brain and device versa. هو مساعد المدير. بياخد الرسائل. من الجسم. من الموظفين يوديها للبريين. ده وظيفة مين? مساعد المدير. طب بيعمل ايه بقى? مسؤول عن الفعل منعكس. فعل منعكس يعني ايه? فعل منعكس يعني انا اجي اقرب من كوبية شاي سخنة ابعد. اتلسع فابعد. عكس اقرب ابعد. هو ده الفعل منعكس. تمام? فرسبونسبل فور ريفليكس. يعني يعني بابعد ايدي. بابعد ايدي بسرعة لما انمس حاجة سخنة. يبقى هتقولي حاجتين. بيوصل الرسائل للمخ. يبقى اكشن. رسبونسبل فور ريفليكس اكشن. الفعل المنعكس. نخش بعد كده على الموظفين. الاعصاب الطرفية. الاعصاب في كل حتة في جسمي. يبقى انا خلصت المدير البرين. وخلصت مساعد المدير نخش على مين بعد كده? نخش على الموظفين. اسمهم ايه ما ما قال الموظفين الجهاز العصبي الطرفي. في عندي موظفين موجودين فوق جنب المدير. بيساعدوهم. هسميهم هسميهم ايه? كم موظف دول قال لك طالعين من ايه من عند المدير? يبقى تلوقت تاني نقول تاني. انا عندي بكلم مع الموظفين. في موظفين جنب المدير. اسمهم ايه? اسمهم كارنيل نيرفز. اسمهم ايه? كارنيل نيرفز. كارنيل نيرفز. عددهم كام تولف بير? خارجين من اين? يعني برين طالع منه عصاب. كام تولف. اسمهم ايه? كارنيل. طب بيروحوا فين? بيروح عند الاي وعند الاير وعند النوز. تمام? طب. في موظفين تاني خارجين اه حوالين المساعد المدير. في موظفين. اسمهم ايه الموظفين دول? اسمهم سباينال. اسمهم سباينال. خارجين منين? من السباينال. عددهم كام سورتي وون. يبقى انا كده عندي كام نوع من موظفين عندي نوعين. خارجين من المدير جنب المدير. وفي موظفين خارجين من مساعد المدير. المدير اسمه برين. طلع منه كام تويل فيبير. امرج فروم برين. اسمه ميه? كارنيل نيرفز. العصاب المخية. طب والتانية سورتي وون. خارجة منين من اللي باسمها سباينال نيرفز. ايه بص المنظر ده. هو ده بالزبط اللي نتكلم عليه. طب فانكشن اف بريفرا نيرفز سيستم. ايه وظيفة البريفر نيرفز سيستم? هو بيعمل ايه يعني? ياخد المعلومات. بيتوين سنترل. يعني ايه? بياخد المعلومات. من المخ ويوديها لكل حتة فين في الجسم. يعني انا دلوقتي مسلا مسلا انت عايز مسلا تمسك القلم. فالمعلومة تيجي من من دماغ تروح عند الايد. فالايد تمسك القلم وتبدأ تكتب. مسلا حد بين ده عليك. فانت سمعت. فعايز تقوم. فالمخ يدي الامر للرجل عشان تقوم. بتبدأ تتحرك. بياخد المعلومات. والاستجابة. يعني بياخد المعلومات وين الاستجابة? المعلومة حد بين ده عليك. طب الاستجابة? انها بتقوم تتحرك. تمام? هنا بقى في نموزة جميل جدا على وهما حاجة عندي تعرف التعريف هو هنا عندي واحد بيلمس آآ حاجة فيها ثورن شوك. فبص معي هنا عشان تبقى ده ده العصاب اهو. يعني العصاب موجودة في كل حتة في جسمنا. عيز تتأكد امسك ابر وبعد شكشك نفسك. حيث لنفسك عملت تنطط. صح? في كل حتة في جسمك في عصاب. فهو لمس حاجة فيها يا ثورن. بص الاشارة طبع تمشي كده. الاشارة طبع تمشي هنا كده تمشي 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 تاني كده تمشي جوه الايد. حد ما توصل فين? فيبعت الرد. ابعد ايده بسرعة. ده هنا نموزة وانا شرحته من شوية. خلاص? اما حاجة عندي تعرف ايه بقى تعريف ايه بقى تاني ريفليكس اكشن. اوتوماتيك ريسبونس. اوف بادي. تو ديفرنت ستيميول. هنا تاني ريفليكس اكشن. اوتوماتيك ريسبونس. استجابة سريعة. اوف بادي. تو ديفرنت ستيميول. لمؤسر خارجي. تاني كده. اوتوماتيك ريسبونس. اوتوماتيك ريسبونس. اوتوماتيك ريفليكس اكشن عندي. انا هم حاجة تعرف انت عريف وتدي ايه وتدي امثلة عليه. بقى بعيد ايدي بسرعة. لما المس حاجة سخنة. تغمد اينك. لما حاجة تيجي عليك. العرق. بحاول اتوازن لو انا اتزحلقت. لما تشم ريحة كويسة. ماما كده تكون عامل اكلة حلوة كده ها? واخد بالك انت. عامل كفتة كده. يا سلام. وتشم ريحة. يا سلام. تبقى انت خلاص. عايز تنط على البوت اجاز. صح كده بيحصل الكلام ده معك? يبقى ايه بقى نموذك على ايه ببعد ايدي بسرعة. العرق. اخر جزء كده عشان مش هستطول عليكم. ازاي بحافظ على الجهاز العصبي? هقول لك كده. انت لما بتشرب قهوة كتير وتشرب نسك فيه كتير. دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة? تفتكر. ازاي نحافظ على الجهاز العصبي? اقل من ايه? قلل من اخد ايه? قلل من الحاجات الكوفي. يبقى قلل من القهوة. المواد اللي هي بتساعد على التنبيه. يعني مسلا اي حاجة بتساعد على التنبيه قلل من ها خالص. بلاش منها? يبقى ايه? قلل المواد المنشطة اللي بتساعد على التنبيه. يبقى نمبر وان هقولها كده. هقول ايه? زي الكوفي. ليه? عشان دي بتعمل حاجة اسمها بتأثر على نومك. وتدود دقات قلبك. بتعمل حاجة اسمها نيرف تنشن. يبقى قلل من شرب شرب مين? المواد المنبهة. زي مين? زي الكوفي. ليه? طب نمبر تو. ابعد عن الحاجات اللي هي بقول عليها المهدئات. اي حاجة مهدئة قابلة عنها. بقى افكت زي بتضر دينفر السسم. طب ما تعدش فترة كبيرة قدامي الكمبيوتر. يبقى هنا don't stay for long a period. for long period in front of computer. giving the body rest. ادي نفسك راحة. ايبعد عن الموقف الجامدة جدا. افلام الرعب والكلام. ده بطل في الرعب بقى. number six stay away from source of pollution. ايبعد عن التلاوز? doing physical exercise. العب رياضة. العب رياضة. وبكده بقى احنا خلصنا اهم الدروس اللي احترسها في آآ سنة ستة. وان شاء الله المرة جايين نكمل الجزء التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.